المونجارو أيها السيدات والسادة أقوى دوا سكر وتخصيص نزل في التاريخ بالتراسات مفهاش يمنين واكتشفوه ازاي وازاي بيعالج السكر والسمنة مع بعض ويه الجديد يعني ليه كل شوية يطلعون بحاجة شوية اوزنبك شوية ساكسندة شوية منجارو أهلا بكم في شغل بورشة في يوم تلات ملوش ملامح كده ساعة ستة قبل المغرب سيكا راجع من شغلك تعبان وجعان وهفتان دخلت بكو عايز ساكوا اللقمة يعني لقيتهم عاملين بسلة وروض يا أختي ماشي ما بحبهمش وقال لهم ستين مرة ما بقول لهمش بس ماشي يعني موجود بقى اللقمة بقى في التانية المزاج يعني ابتدى يتزبط شوية يوم التليفون رينين مين يا عم المدير يا سواد العجل ساعة ساعة يوم ترجع بقى عشان تكمل اللقمة والمفروض ان دي يعني احلى فقرة في اليوم نفسك شبعت خلاص ونفسك تسدت والليلة كلها بازت الله ليش بعت انا بقى ده نواكل معلقتين بالعدد وكنت جاي هفتان خلاص هموت شوف ريس فيه تجربة عظيمة سنة 1967 ديفيد ومايكل جابوا كده شوية سكر ودخلوه للجسم مرة عن طريق الفم وقاموا جايبين كمية مكافأة ودخلوها الجسم برضو بس المراتي عن طريق الحقن في الوريد وقال لك بقى انهين في الطريقتين هتعلي الإنسولين أكتر في الدم طبعا انت كمواطن كرومب هتقول لي اه اكيد السكر اللي دخل بالوريد هيعلي الإنسولين أعلى داخل طلق على طول لا يا حبيبي السكر اللي دخل الجسم عن طريق الفم رفع الإنسولين ثلاث أضعاف السكر اللي دخل الجسم عن طريق الوريد يا لهوي ازاي ده غريبة جدا ده الهولماء بقى لقوا انه الجسم بيفرز مجموعة من الهورمونات وخلي بالك من كلمة مجموعة دي اسمها الإنكرتينز وبتطلع بس من الجهاز الهضني والمعدة استجابة بس للسكر اللي دخل عن طريق الفم اللي هو الأكل اللي بناكله يعني والهورمونات دي بتحفز إفراز الإنسولين من البانكرياس بتعمله مساج كده ايوة ايه علاقة ده بنفسك اللي تسدت والإحساس بالشبعة المفاجئة ما هي نفسها الهورمونات اللي هي الإنكرتينز دي لأنها بتسد النفس وبتخلي الأكل يقعد أكتر في المعدة وبتحسس بالشبعة إذا لا ما تقولش هتكونش هي دي الأدوية يمكن آه هي هي بقى نفسها اللي فتحت علينا مصورة الأوزنبك والساكسيندا والمنجارو بتعالج السكر عن طريق زيادة إفراز الإنسولين من البانكرياس وبتعالج السمنة عن طريق سددان النفس والإحساس بالشبعة ولكن قبل ما رسيك على حوار المنجارو أو المنجارو لازم برضو نعرف ليه فيه أنواع كتير وكل شوية يطلعوننا بحاجة أنا لسه أقل لك أن هم مجموعة هورموناتوس مع الإنكرتينز ولكن أشهرهم وأكثرهم فعالية هم هورمونين واحد اسمه جي إل بي وان واحد اسمه جي آي بي أنت بقى كمواطن كوروم بقى أول فكرة هتجيلك عشان تحاول الاكتشاف ده الأدوية أن أنت تستخلص هورمونات الإنكرتينز دي وتعبيها في أزايز وتبيعها لا طبعاً ما كانش حد غالب يعني للأسف هورمونات الإنكرتينز دي في صورتها طبيعية اللي بتفرز من الجسم الجي إل بي وان والجي آي بي قصيرة المفهول جداً وبتكسر بسرعة بقى دقيقتين بالعدل عندها سرعة كسر هتنفعش يعني تتعبف أزايز وتتبع كدوى طيب نعمل إيه نتصرف إزاي أم جي بقى مجموعة علماء تانية عبقرة برضو وقال لك بقى مش الإنكرتينز دي بتشبع حلو جداً يبقى نشوف أقرب كائن حي شبهنا بس شبعين إيدا وفي حاجة زي كده لأنه فيه نوع من أنواع السحالي منتشرة في أمريكا والمكسيك حواليهم يعني اسمها الجيلة مونستر وحش يعني بتاكل خمس مرات بس أيوة خمس مرات في الأسبوع يعني لأ في الشهر؟ لا في السنة إيدا بتاكل خمس مرات في السنة ده شبعانة جداً حلو جداً هاتلي بقى السحلية دي هنعمل عليها نفس التجربة اللي عملناها على البشر نديها شوية أكل أو سكر يعني بالفم ونحلل اللعاب بتاعها وحدثت هنا المفاجأة بقى لقوا إن فيه مادة في اللعاب بتاع البورس ده خمسين في المية شبه الجي البي وان بتاعنا بس اللي يفرح هنا بقى أن لقوا مفعوله 12 ساعة مش ديقتين إيه حلو جداً هاتلي بقى المادة دي عدل عليها شوية كده وعبيها في أزايز وبيعها وبالفعل 2005 تشهد حدث تاريخي بتسويق الإكزنتايد تحت اسم البيت أكاول إنكريتين يتم استخدامه لعلاج السكر من النوعات تامة بس بيستخدم مرتين في اليوم في 2012 بقى تم تسويق نفس المادة دي اللي هي الإكزنتايد تحت اسم بأي دريون بس بتتاخد بقى مرة واحدة بس في الأسبوع وعدله يعني في المزيب بتاعه اختراع أول بقى علاج أسبوعي للسكر ناس بقى فاكرة أن التروليسيتي أو أوزينبك هو أول علاج أسبوعي للسكر بايدريون من شركة أميلين هو أول علاج أسبوعي للسكر ولكن الدوايين دول ملقوش أن اليوم تأثير كبير قوي في التخصيص وفي خضان الوزن هنا بقى احنا خلاص فهمنا اللعبة يعني هو هورمون الجي ال بي ون الطبيعي بتاع الإنسان ده ونعب في الأحماض الأمنية بتاعته هنزود بقى التأثير والفعلية بتاعته ونطول المفعول والأنل للأعراض الجانبية ونلعب بقى خد عندك بقى في 2010 شركة نوفو نوردسك نزلت بالفيكتوزا اللي هو الليراجلوتايد بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم لعلاج السكر من النوع التاني ثم في 2014 نفس المادة دي اللي هي الليراجلوتايد زودنا الجرعة بتاعتها شوية وعملناها دول التخصيص اللي هو الساكسيندا واللي بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم وبرضو عمل ألبان وقنابل مش مثلا نسمي الدواء فيكتوزا بلاس ولا حاجة ونزود الجرعة من سوكات معي هي نفس المادة الفعالة بس الجرعة أعلى شوية شغل شياطين الماركتنج ياخده لصحب ما لهمش حلو ثم في 2014 شركة للي ترد على نوفو نوردسك بتروليستي دولا جلوتايد مرة واحدة في الأسبوع لعلاج السكر من النوع التاني بس تأثيره فيه فقدان الوزد ما كانش قد كده في 2017 بقى نوفو ترجع ترد تاني على للي المعفضين بقى نزلوا الأوزنبك اللي هو السما جلوتايد مرة واحدة في الأسبوع لعلاج السكر من النوع التاني ثم نفس ذات المادة نزلوا منها قراص في 2019 هيسموها ايه بقى المفروض يسموها أوزنبك قراص عادي يعني هنسميها ريبالسز برضو لعلاج السكر من النوع التاني بس دي بقى حينزل منها جرعة عالية حوالي 50 ملي جرام قبل السنة دي ما تخلص بس هيبقى للتخصيص وعلاج السمنة أول داوة ليه علاج السمنة بالفم من سنوات هيكسر الدنيا دا خلي بقى لك سجل يا محمد أناص على فكرة لحد دلوقتي ما فيش اي حاجة من اللي قلناهم دول بتعالج السمنة فهمي رسمي نظمي يعني معاهم وفقة من الـ FDA غير الساكسيندا يوم واخديم نفس المادة الفعالة اللي هي السما جلوتايد بتاعة الأوزنبك والريبالسز ينزلوها بقى بجرعة عالية في 2021 خلاص فهمنا اللعبة بقى لما تزود الجرعة يبقى هتعالج ايه أيوة السمنة وزيادة الوزن أكيد بقى المرادة مش حيلخبطونا وحينزلوها بقى باسم أوزنبك إكسترا أوزنبك إكس إيل انت طيب قوي رأيس يسموها ويجوفي يا نهرب يا الدول السمنة يتاخد مرة واحدة بس في الأسبوع الدل على متشال وطلبات تاريخية على الدول لدرجة أن الشركة نفسها شركة موفو نوردسك طلعت في تصريح وقال يا أخوانا داكاترا خلاص بحدش يكتب الدول تاني ما عندناش في المغزن المادة خلصة ما فيش بوضاعة يا أخوانا يا أخي بتوع الماركتنج دول أسواق من بتوع الـ HR بس مداريين كده بيعودوا يلبسوا المرضى وشركات التأمين في الدرجة شوف انت بقى لو ما ندوب وماسك الوجوفي خلاصة الشركة قفلتلك التارجت من فوق أصلا مناديب شركة نوفو دول برنسات في نفسهم كده عندهم اشتراك مجاني في جولدس جيم بس انت برضو ما ينفعش تشتغل على دوة تخصيص وسكر وانت بكرش المهم يا ريس كل ما تم ذكره من أدوية تخصيص وسكر بيشتغل بس على هرمون واحد من عائلة الإنكرتنز اللي هو الـ GLP-1 والحد دلوقتي شركة نوفو وهي المعلمة على شركة ليلي بالويجوفي ثوم ليلي بقى السنة اللي فاتت مقفلة اللعبة ثوم بقى من الزل المنجرو أو التيريزاباتايد اللي هو لأول مرة في التاريخ بيشتغل على الـ GLP-1 والـ GIP يعني نوعين من مستقبلات هرمونات الإنكرتنز وده قدى الفعالية تاريخية فيه خفض السكر التراكمي اللي نسبة تصل الى 2.5% ده رقم كبير على فكرة ولكن لحد دلوقتي المنجرو معاه موافقة بس لعلاج النوع الثاني من السكر فيه دكاترة بدأوا خلاص يكتبوه للتخصيص لبعض المرضى ولكن لسه مفيش موافقة من الـ FDA للمنجرو لعلاج السم بس الدراسات أثبتت ان المنجرو بينزل لحد 22% من الوزن دي أرقام ما بنشوفهاش غير في العمليات على فكرة حاجة يعني أستيك خالص في النهاية ريص بعد كل الجمودية اللي قلناها عن المنجرو والويجوفي وغيرهم كل ده لا يغني عن دايت ورياضة يا أختي أيوة مفيش مفر الدواء ده بيساعد بس الأصل دايت ورياضة لأن انت كده كده هتوقف الدواء لما توصل الوزن المطلوب فلو رجعت للعك هتتخن تاني مع أفهام حتى لو عامل عملية ده انت لو قاصص معدتك قص فيه 40% منهم بيرجعوا يتخنوا تاني لو ملتزموش بدايت ورياضة على المدى الطويل مهم ان بعد كل ده يجيلك فود المل يقولك عندي خلطة للتخسيس ميليسا بقى على مرمية على لمون وزنجبيل ألتم بشقفة انساش بقى اللايك شير سبسكرايب والحاجات الجميلة دي ونشوفك البرشامة الجاية ان شاء الله باي باي